موجة جفاف تستمر بضرب الكثير من المحاصيل الزراعية هنا في محافظة أبيان ودلتاها الشهيرة مسببة بذلك خسائر اقتصادية كبيرة بالنسبة للمزارعين ما ينعكس على الوضع بشكل عام في مقدمته الحالة المعيشية للمواطن البسيط سبب قلاء الديزل انقرضت هذه الزراعات حاليا مهددة بالانقرض وعني توصول الديزل الى الستة وخمس الدبة وكما هو حال الكثير من المزارعين لا يختلف واقع محمد المزارع الذي اجتهد في الحفاظ على مزرعته منذ نحو خمسة عقود لكن الجفاف الحاصلة الآن ربما يؤدي إلى القضاء على حلم محمد بالاستمرار في مزرعته كما انتهت الكثير من المزارع القريبة من هذا المكان نحن نروح لمكتب الزراع وقدمنا على أساس انهم بيقوبون بالطاقة الشمسية ولكن هذا مشاريع عادة في علم الغيب ما فيش يعني الآن في الوقت الحاضر يعني اللي نسفيد منه الآن نحن بحاجة ماسة لشبكة التغطير ساعدنا في قلاء الديزل غياب دور الجهات المعنية ممثلة بمكتب الزراعة والري أو ربما عجزها عن توفير أبسط الإمكانيات المساعدة في الحفاظ على الزراعة في المحافظة ينظر بانهيار وشيك للقطاع الزراعي الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية ليس في محافظة أبيان ولكن في البلد بشكل عام لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان اشتركوا في القناة